اشتركوا في القناة وعلى بعض الشعارات الاخرى للمشاركة في المسابقة على شاشتها وسيحصل الفائز على جهاز خلوي من نوع جالكسي اس فور جاءت هذه الخطوة من باب سعي رؤية للكشف عن مواهب وابداعات الشباب الاردني حيث لقت المسابقة تفاعلا واستحسانا من الكثيرين لسيما وانها المرة الاولى التي يتم فيها تغيير شعار قناة ولو ليوم واحد وصلنا كتير تصميمات وصلنا تقريبا اكتر من 150 تصميم اللي قدروا يفوتوا على المنافسة ضمن الالبوم اللي احنا حطنا عنا على الصفحة اللي هو 112 تصميم 112 تصميم هدولا اغلب الناس اللي بعتهم لهم الشباب كان فيه اما ناس بالجامعة او ناس بيشتغلوا وبعتونا كتير افكار وكتير مقترحات بعدين كانت الفكرة انه انت بدك تفوز بدك تخلي صحابك وناس بتعرفهم يفوتوا يعملوا لايك للتصميم اللي انت عملته بلشت المنافسة بلشت الطرق المشروعة والغير مشروعة عشان الناس تكسب الجائزة اللي هي كانت S4 موبايل S4 من امنية غالكسي احنا عنا كتير طرق عشان قدر نعرف كل حدا كيف يجيب اللايكات بعتو لانو احنا بالنهاية كقناة وكقسم بدنا الناس تفوز بدعر على المصداقية وبدعر على انو هذا التصميم بستاهل انو انا اعطيه اللايك تبعتي اليوم احنا ساعتاش زي ما احنا كنا متفقئين من قبل انو اعلننا الفائز الفائز اللي هو كان عمض الله غطاشي عمض الله احنا حكينا معه تليفون هو بدرس بالجامعة بدرس هندسي بجامعة العلوم والتكنولوجيا فبالتالي هذا بنفي كتير تعليقات اجت على الصفحة انو هو صاحب رؤية ومشتغل بقناة رؤية تحديدا بقسمنا بس هو بني ادم حقيقي وحيتعرفوا عليه ان شاء الله يوم السبت بالحلقة الخاصة من دنيا دنيا بمناسبة الاستقلال فحنسلموا الجائزة على الهواء مباشرة وعشان يتأكدوا انو المسابقة صح والفائز هو بني ادم بيشتغل بيشدرس بالجامعة فبالتالي هو مش منا هو صديقنا بس هو مش منا ولا موظف معنا اشتركوا في القناة